تستضيف محافظة رماح الواقع شمال شرق العاصمة الرياضة سباق رماح للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على مدار ستة أيام إذ أعلن الاتحاد عن البرنامج التفصيلي للسباق بـ 114 شوطا وص ما يزيد على 2750 مشاركا في هذا السباق تدك الأرض بأقدامها عابرة الرمال الصحراء الشقراء سفينة أطلق عليها ومعروفة منذ القدم على قوتها وتحملها تتنافس على لقب الفوز في سباق رماح للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي لرياضات الهجن بالرياض على مدار ستة أيام مهرجان الرماح ثالث السباقات في رزنامة الهجن في الموسم الرياضي بعد سباقي الطائف والانعيرية التي تم الإعلان عنها في ستة ميادين بدعم وتوجيه من سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي وجه في أغسطس الماضي بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين والجوائز المخصصة لها وذلك حرصا من سمو ولي العهد على رياضة الهجن واهتماما منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية التي تعد جزءا مهما من أرث المملكة العربية السعودية وثقافتها على مر التاريخ ملاك الهجن في مستعدين وجاهزين لهذه المكرمة التي تفضل به اسمه سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه والحقيقة الجميع متحمس للمشاركة من جميع أنحاء المملكة بالنسبة للملاك الابل يعتبر دعم لملاك الابل لهجنهم ولانتاجهم ولسباقاتهم أما الاقتصادي فالاقتصادي شيء عظيم المهرجان هذا شيء عظيم الأهل المحافظة بأكملها والمراكز التابعة لها وتمتلك محافظة الرماح ميدانا مميزا وهي من أوائل المحافظات التي سبق لها استضافة العديد من منافسات الابل والهجن والفروسية حيث شهدت في عام 1983 احتضان ميدان الفروسية وهو أول حفل سباقات سنوي في المحافظة فيما استضافت رماح جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن في نسختها الأولى في عام 2016 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر